طلعنا عشان الطخ كان يطخ علينا والقرمصات علينا والدبابات خج علينا وعنا بالمدرسة رجعنا عالمكان ولا لقينا واع ولا لقينا حاجة لقنا محروف ولا وعينا كل رايحات ولا خدنا معنا حاجة رجعنا هنا من الصناعة غزة لقينا الأكل والشرب والمية الصيحات الأوائل أولاد الصغار محروقات تعالت نحن محروقات فش ولا حاجة ولا حاجة كل هيتو محروف الصف بحاله كل هيتو البطون زي ما انت شايف كل هيتو سايح نازل الاجزاز اللي زي ما انتش فش شوادر نسكرها حالنا فش خشم نحطها واعينا نحط انستر بيوتنا فيها فش حاجة وين الصبايا يروحهم يعني الصفة لو بتحكي انت قال عن خمس عشر عيلة فيه كل شاب كل عيلة فيها خمس ست نفار يعني انا لحال انا ومرت ولادي سبع تنفار وزي ما انت شايف زينجو في شادر وين روح اقعد ما ضلش ولا حاجة لا في بيت حنون ظلينا ولا في معسكر جبل يظلينا ولا في غزة ظلينا فش مقوح فش ولا حاجة وين الروح وعنى حاجة مقعدة بننقل فيها من مكان لمكان من مكان لمكان المي لا بتكفي لا 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 شرب ولا لا اكل ولا لا حمار بتكفيش بالمرة يعني بالنجد احنا يوميا بدنا مية يوميا انا بفي بيتي يوميا بدي متر و خمسين لتر انا واحد من الناس عايش بكل واحدة يوميا بدي جلن عشرين لتر المية مفلترة مش مية عادية يعني المية العادية انا انت بتعمل الكهبات حصاوي عايش بكل واحد انا ايش تساوي المية العادية بتنفعنيش والحمد لله رب العالمين زي ما انت شايف هاي الاطفال هاي العتش كلها هيتو ايش نساوي اشتركوا في القناة